يعني يعني هما الحقيقة رغم انه هما اتنين مدريديستة بس انا يعني بحبهم بصراحة يعني موضعش استغناء عنهم وبس همتع دايما برؤيتهم وتعليقهم ودخولهم في تفاصيل يمكن كتير من الجمهور ما بيشوفهاش وخصوصا ان احنا داخلين في المراحل الاخيرة بقى من البطولة ودي زي ما بطالب على فكرة اللعيبة والنجوم النادي الاهلي بيعني اعلى واقصى درجات التركيز والالتزام انت قدامك مئتين وسبعين ديئة ان شاء الله فاصلة اهم مئتين وسبعين ديئة في المسم كل منهم مفترض يعني منهم تسعين ديئة اللي جاية دي الى حد كبير هكون حقان يعني سهلة محسومة تقدر تخلصها بمنتعة الاريحية وتبقى مواجهة النهائي سواء كانت الترجي او الوداد او سانداونز هي المشكلة لكن لكل مقام المقال انا مش عايز نشغل نفسنا ولا نروح للتفكير في المباراة النهائية واحنا لسه عندنا موقع مهم جدا امام الترجي في القاهرة ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية خلونا نرحب الاول ببلال محسن واحمد مصطفى ديوفي النهاردة في السادسة لستمتع بيهم دايما وجايين بقى ايه جايين بعد يعني هربوا مني يوم الاربع اللي فات بس يعني هيروحوا مني فين الثلاثة والاربع خلاص جايين عندنا مطشين مهمين جدا في الشامبيونز ليج مباراة العودة الانتر والميلان انتر حسم لقاء الزهاب في هوا الاثنين هيتلعبوا في نفس الملعب بس واحد بيحسب للميلان واحد للانتر بيبقى اعتقد الانتر جوسيبي مياتسا والميلان بيبقى سان سيرو لكن هو نفس الملعب الانتر فايز في مباراة الميلان اتنين صفر والسيتي تعادل مع ريال في سانتياجو بالنبيو بنتيجة واحد واحد وتعالونا بقى في الاتحاد مساء الخير مساء النور طبعا انا مع حضرتك بنورك طبعا واحنا طبعا بالنباس وعداء واحنا مع حضرتك انا كنت على باب الستوديو سمعتك بتقول انا مستنيهم جوه انا مستنيكم من يوم لاربع انا كنت اروح السراع لا بس ان شاء الله لست في كلام في مبارات العودة مبارات الزهاب طبعا ريال مدريد قدم عرض كبير جدا عكس المتوقع ممكن لو هنروح للماتش هنبقى نتكلم عن تصراحة جوار ديولة بعد المباراة ان شاء الله محمد اهلا وسهلا طبعا يا احمد انا مبسوط دايما اننا معاك انت وبلال بس اعايز اقول لك احمد حاجة مهمة ان الريال مدريد يعني لا يؤتمن في اللحظات الاخيرة وخليك طبعا فاكر الكلمة دي كويس كلام دا يمشي في الليجا لا في اي حد يمشي في السنة الرياجا السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت مش الريال يا جماعة خلينا منطقيين وواقعين السنة اللي فاتت غلطة جوارديولا نفس الغلطة اللي عملها قدام شلسي اولي الفي كده هو دايما دي مشكلة جوارديولا بالنسبة لي وقول لك الحاجة حد اخد فيه ناس كده اخد بلا طبعا ان هو لعب المباراة كلها تساينية مغاملش اولا تغيير دي فلسفة جوارديولا اللي بضيعته خرجته من بطولات كتيرة برغم انهم ضرب كبير هنيجي الماتش الريال والسيتي وهنتكلم على اوروبا وخصوصا طبعا قبل المواجهة المنتظرة يوم الاربعة 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 هتبقى في ملعب منشاست سيرف سيتي الاتحاد لكن خليني ابدأ بالاهم بالنسبة لنا لانه مبارح الاهلوية عاشوا ليلا سعيدة جدا والاهلي انا كنت بدأ الحلقة بقول انه اعتقد افريقيا او في مشوار الاهلي الافريقي السندي الاهلي مقدمش عرض اقوى ولا اروع من المباراة للعيبها مبارح قدام الترجي اسباب الفوز من وجهة نظركم وليه العرض او النتيجة الغير متوقعة عشان يكون متصل صراحة كنت طمعان في فوز الاهلي لكن لو كنت كسبت واحد او حتى اتنين كنت يبقى في منتقى السعادة لكن الاهلي اضع فوز عاريد جدا بالاضاف للثلاث ادف لسجلها كهرباء وبرسيتاو اعتقد ان يعني لعبة الاهلي اتسبقت في اهضار الفرص السهلة جدا على مرمى الترجي بالضبط يعني ممكن في البداية نقول ان النادي الاهلي انا شخصيا توقعت فوز النادي الاهلي قبل المباراة خلينا نقول في الاول كل الاحترام والتقدير لا انا اعلنت وكتبت ان النادي الاهلي انا بتوقع فوز النادي الاهلي بهدفين نظيفين لعبة الاهلي بقى علت علي وهيه كممكن يبقى اربعة وخمسة خلينا نقول في الفداية ان كل الاحترام والتقدير لكل مكونات نادي الترجي سواء ادارة وجمهور وكل حاجة يبقى نادي الترجي حتى وان كان بيمر بكبوة فنية في الفترة الاخيرة ولكن هو احد العلامات الكبيرة والاسماء الكبيرة طبعا داخل مسابق دوري ابطال افريقي انا توقعت ليه فوز النادي الاهلي على الترجي في ملعب رادس لعدة اسباب اولها ان النادي الترجي في الفترة الاخيرة فنية مش بيمر بافضل فتراته طبعا كان تلقى هزيمتين في الدوري امام الافريقي وامام الاستفاقسي اللي بيتولى تدريبه طبعا كابتن حسام البدري بالاضافة طبعا الى عامل غياب الجمهور عن ملعب رادس والعامل الرابع هو الغيابات اللي كان بيشهاده طبعا نادي الترجي وابرزهم طبعا حمد الهوني ورياض بن عياد اتنين من ابرز اللاعبين في نادي الترجي ومعز بن شريفية حارس المرمى اللي طبعا احنا استفدنا من الدرشة الحارس البديل الامبارح وده وضح في كرة الهدف الاول لبيرسيتاو فالعوامل دي كلها قدر مرسل كولر رغم تأكيده في المؤتمر الصحفي ورغم تأكيده لللاعبين في القاهرة قبل الصفر لتونس ان كل العوامل دي يتملهاش اي علاقة بالتسعين دي اللي هتجرى على ارض الملعب وده طبعا زكاء من المدرب عشان يحفز ويحمس اللاعبين وما ياخدوش الاعتبارات دي طبعا داخل الملعب تأثر على النتيجة فكولر عد جيدا التحضير للمباراة قدر يستغل للعوامل الاربعة اللي احنا قلنا عليها غياب الجمهور غياب الغيابات الفنية المؤثرة عند الترجي الحالة الفنية المتراجعة للترجي بالاضافة طبعا للانتعاشة الكبيرة اللي كان عليها لعبي وفريق النادي الاهلي بعد فوزهم طبعا بلقب السوبر على حساب بيروميدز كل العوامل دي قدت للمشهد او المكسب الكبير مباراة احمد يمكن ناس كتير ما تحطش في اعتبارها خصوصا جمهور الاهلي يعني جمهور الاهلي طبعا بصرف الناس بيلعب جوه بيلعب بره بيلعب مع فريق كبير بيلعب مع فريق صغير بيلعب دوري الابطال بيلعب في كاس مصر هو همه اللي يهمه في القصة انه الاهلي حقفوز ويرجع لكن يحسب لكولر بعد فترة اختلال توازن شوية تراجع مستوى اهتزاز في العروض وفي النتائج انه قدر يرجع في ثلاث مواجهات ملحمية في خلال اسبوعين مع الاخد في الاعتبار ان واحدة منهم كتف المغرب واحدة منهم كتف ابوظبي واحدة منهم كتف تونس هل بتشوف انه كولر قدر يفرد سيطرته ويفرد اسلوبه بشكل كامل على الفريق في الفترة الاخيرة خلاصة المواجهة مع الرجاء خلاصة المواجهة مع بيروميدز او خلاصة المرحلة اللي فيها مواجهة الرجاء وبيروميدز والتراجي التونسي طبعا دلوقتي دلوقتي بعد مباراة التراجي دي نقدر نقول ان كولر من افضل المدربين اللي هيعدوا او عد على طريق النادي الاهلي مدرب طبعا قعدنا في فترة في الاول محدش فاهم كولر عايز ايه روتيشن كتير جدا في الدوري وروتيشن في بطولة افريقيا دلوقتي بقينا احنا كالجمهور بنتفرج على النادي الاهلي محترين مين هيلعب في نص الملعب محترين مين هيلعب ناحية اليمين حسين الشحات عبدالقادر بيرستاو ما بقاش عندنا مشكلة دل عمل كولر فدي ميزة مهمة جدا خلت النادي الاهلي يأكد النادي الاهلي دلوقتي بقى بقابل اي منافس بسوكة كبيرة جدا كولر لازم لازم صراحة نشيد بيه جدا لان هو عنده ميزة او مميزات كده جدا اولا ان هو مدرب عادل مدرب عادل جدا المران عاطية محدش كان يتوقع ان فيه لاعب يبقى لسه جاي في انتلات الشتوية ويقعد عمر السلية او مش بلاش نقول انه هو ممكن يلعب في وجود عمر السلية او في وجود حمد فاتحي فدي مران عاطية ده مدرب عادل ياسر ابراهيم فيوقات كتيرة احنا كان ممكن نشوف ان ياسر ابراهيم ما كانش موجود انه هو يفجأ جميعه في مبارات التراجي وحتى مبارات العودة بتاعت الرجاء وده يبينه ده ان كولر مدرب مذاكر كويس جدا ليه لاعب ياسر ابراهيم ان ياسر ابراهيم مميز جدا في الدربات الرقصية والمبارات دايما ان تبقى خارج ملعبك انت محتاج لعب قوي وبيلعب بالظبط انه ميزة شمال افريقيا دايما في القرات السبت وهي كانت خطونة تراجي في تونس في القرات السبتة بالظبط فهو مدرب يبين قديه الرجل ده مذاكر كويس جدا المنافس عنده ميزة تانية انه هو بيفصل كل مباراة عن بعضه وده شفناه في النتائج الكبيرة جدا او التلاتات اللي هو خلاص بقى مميز بيها ان شايف قول المنافسين كتير جدا خسروا قدام كولر بتلاتة صف النهاردة على سوشال ميديا في قيمة التلاتات بالظبط طبعا 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 رقم كبير فدي طبعا رقم كبير جدا وقدها كبيرة يعني المنافسين الاساسيين بالنسبة لك محليا وقرار كمان برضو خسر ثلاثة فهي بينادي ان كولر مدرب بقى وصل لمرحلة خلاص حاليا مع نادل اهلي ان هو بقى فيه من شخصية نادل اهلي طبعا رجع زي ما انت وقلت يا احمد ان هو رجع بثلاث انتصارات قوية جدا سواء دلوقتي ان شوفنا نادل اهلي بيلعب قدام ريال مدريد بجراءة ودي ميزة كولر مدرب جريق مدرب عادل ده اكتر حاجة ممكن تقول كجمهور يعني بقول كلام ده كجمهور دلوقتي عشان ببعد معاكم بحب بقى جمهور اكتر اكتر حاجة عجباني في كولر انه عارف تماما ومدرك لقيمة الاهلي والجماهير الاهلي منتظران من فكرة دي كانت مهمة جدا فكرة ان انت تكسبني حتى لو هكسب يعني منافس سئيل او فريق كبير وانت راجع لورا وبيتدافع وبيتلعب جيم مقفول وبيتلعب على مش ثقافة جمهور يعني ان ليه ان انا اقول غلابية العظمة من جماهير نادي الاهلي جماهير نادي الاهلي عشوف فريقها بيلعب كرة وبيهاجم وبيستمتع ويمتع جماهيره كولر كان بيشوف يعني انا تشبيه ليه كان فيه مدرب طبعا اليطالي فابيو كابيلو كان دايما اطلاقه عليه مدرب الواقعية مدرب واقع جدا حتى لو انشوف تصرحات كولر في المؤتمر الصحف في اي مؤتمر تصرحاته واقعية جدا ما بيقولش كلام يعني اكبر من اللي هو هيعمله لكن تصرحاته فيها رزانة انا بشوف ان كولر دا انا اطلقت عليه بالنسبة لنا ان هو من الحكمية لقب حكيم يعني هو راجع عنده خبرات كبيرة قوي طور لاعب ما كانش بقاله فترة كبيرة الناس كلها بتقول ان هو ممكن يمشي بتصاب كتير برسي تاوي برسي تاوي برسي تاوي مع كولر يعني بيقدم افضل مستوى ليه من ساعة لما جي النادي الاهلي وبقى مكسب كبير جدا وبقى لاعب مهم جدا وبيقدر يعمل لك الفارق يعني مبارح فيه لقطة مهمة جدا كولر سبرة على كهربا بالرغم من فرصة ضيعها بعد الهدف الاول يباين قديه سقطه الكبيرة جدا وان هو بتعامل نفسيا مع اللعيبة ودي حاجة مهمة جدا كمدرب ان انت تصبر عليها بواسك فيه فخلى كهربا اول ما جاب الجون راح ساحب كهربا هي الفرصة بتاعت كهربا على فكرة انفراض بعد الهدف الاول بسروب اسم بيرستاوب والتوقيت بتاعه انا عايز اقول حاجة كمان قالها بقى موديبة الظاهر المميز لسانداونز قال عندما يكون بيرستاوب في يومه فلا يستطيع احد ايقافه صحيح قال الكلام ده من ثلاث ايام امبارح شفنا الكلام ده فعلا على ارض الملعب بيرستاوب قدم واحد من افضل العروض منذ انضمامه فترة كبيرة لا يعني واقم بارح كمان تأثيره على النتيجة باحرازه طبعا الهدفين الاول والتاني لا بيرستاوب شخصية كبيرة جدا شخصيته بقت مع الفريق الفترة الاخيرة اصبح مؤثر جدا وعامل اساسي بيعتمد عليه مارسل كولر يمكن احد اهم اللاعبين اللي بتقوم عليها خطة طبعا مارسل كولر بيرستاوب يمكن لو شفنا المباراة بارح لو هنستعرض الحالات او هنتكلم عن نبدأ ازاي مارسل كولر حضر للقاء وازاي نبيل معلول فكر ان هو يتعامل مع طبيعة لعب النادي الاهلي وشخصية النادي الاهلي الجديدة في الفترة الاخيرة طبعا منذ انضمام مروان عطية للنادي الاهلي اصبح اعتماد النادي الاهلي في الخروج بالكورة من المناطق الخلفية على مروان عطية يمكن اهيدي الحالة الاولى اللي انا كنت طالبت بها بص حضراج دايما هتلاقي واحد في ظهر مروان عطية في كل كورة اللعبة دي مثلا في الديئة خمسة او في الديئة اربعة كولر بقى هنا اختار يعمل ايه بص حضراج هتلاقي من اللي نزل مكان ديانج اه 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 اليو ديانج عمل الدور اللي كان بيعمله مروان عطية وخلى مروان يتقدم لنص الملعب ياخد مع الراجل اللي بيرائب اتطر واحد بص حضراج هتلاقي واحد من اللاعب الترجي رايح يضغط على اليو ديانج وبعدها الكورة دي اتمررت وخرجت منها رمية التماس اللي لعبها محمد هاني ودارت الكورة وصلت لحد ما احرز منها النادي الاهلي الهدف الاول فدي على فكرة دي بالمناسبة دي تاني مباراة على التوالي في مباراة بيرامد زكالي في باتشيكو رمضان صبحي انه في كل كورة ينزل في ظهر مروان عطية هو تقريبا واضح انه هو ايه مروان هو محور الاداء انه مروان عطية هو محور اداء النادي الاهلي فكولر على طول كان عنده البديل الجاهز والبلان بي انه هو يخلي مروان يتقدم لنص الملعب وينزل ديانج ياخد ايه الدور اللي يقدر كان ديانج على فكرة قبل انضمان مروان كان ديانج بيعمل الدور ده بتميز كبير جدا فدي حاجة كان لازم نشيد بيه هنا في فكر مارسل كولر في معانا الحالة اللي بعدها ده الانتشار الهجومي للنادي الاهلي او سيد احمد يمكن دايما ده كان حتى ده ده في الشروط الاول ده الانتشار الهجومي بص شكل النادي الاهلي في الشروط التاني ده الشروط التاني انا بكلم او ده الشروط التاني ان انت حتى وانت متقدم بص منظر الانتشار الهجومي عندك الاطراف لا هو مرح يحسب لكولر ارايته السيناريو المباراة في الشروط التاني يعني هو لما خلص الاولاني متقدم نتيجة عصف عارف انه الترجي هيندفع ويندفع بكل اخطوطه هجوم فانا شفت البرح الاهلي بيعمل كذا واضح تماما انه دي واحدة منهم بقى بص انا جاي بالحالة دي بص حضرك هنا في الجناح الايصر هتلاقي مين لو حضرك تاخد بالك هتلاقي اللي في الجناح الايصر هو حمدي فتحي بص حسين الشاحات نزل رقم 8 هو في وسط الملعب وحمدي فتحي راح جناح ودي اللي مركزية اللي كان قصد يعملها الكولر امبارح في السلاسي بتاع وسط الملعب يمكن اليو ديانج شوفنا في التكميلة اللي عملها في كورة الهدف الثالث عملها بتميز كبير جدا مروان عطيه والادوار الهجومية المرة دي حمدي فتحي بيروح لمركز جديد جدا عليه وهو مركز الجناح الايصر بيفتح عشان يفتح الملعب قدام حسين شاح الطبيعة هنا انه حمدي يبقى مكان حسين وحسين يدخل القلب مكان حمدي اه دي بقى دي الادوار واللعب في الادوار علشان خاطر توربك المنافس ودي اتت بصمارها مبارح فيه شكل الاداء والهجمات المرتدلة الحضرات كنت لسا بتتكلم عنها فده طبعا اشادة اخرى لمارس الكولر لفكره العالي وحضوره في ومذكرته الخاصة طبعا نروح للحلل اللي بعدها اه الحلل اللي بعدها دي كورة الهدف في الاول طبعا اه بانتوليكوا كلام بقى مع جولة احمد دقى كان عايز اتكلم عن بيرسي تاو الهدف الاول ده يعني انا بشوف طبعا الفينيش بتاع بيرسي تاو بس هكامل كنته صراحة ما عجبنيش يعني الاستلامة حلو جدا نظرته للجن حلو الزاوية مفتوحة قدامه الكرة دي تتحطى ارتو بمتاز سهولة ولولا توضع مستوى حالس يعني ندي كل حد حق ولولا توضع مستوى حالس مارمى الترجل الكرة دي متخشش جول كلامك صح يا ما طبعا بس ده لي سبب ليه بيرس تاو فانش الكرة بالطريقة دي لانه هو اقول مستلم الكرة كانت ارتو فعلا الزاوية كانت تفتوحة ليه تفكيره الكتير وده شوفناه في الهدف التالت اللي هو بيفكر كتير قدام المربع فتفكيره الكتير المدافع قرب منه فمش هيدي مساحة لو عمل ارتو هتخبط فيه فاضطر يقفل الكرة بوش رجله وراح تشاطط بالطريقة طبعا اللي هي مش قوية لكن طبعا سوق مستوى الحارس كان سبب طبعا التوفيق لينا ان هي تحرس جون الفكرة في الهدف ده اصلا ان تكملت على كلام بلال حمدي فتحي ليه دور مهم جدا جدا في الهدف ده حمدي فتحي تحول برضو الدور كان انت معاك احبا قبل كده ان حمدي فتحي مستر كولر مستخدم حمدي فتحي كمهاجم تاني في اوقات كتيرة جدا وهو اللاعب الواهمي اللي هو بيخش مكان كهربا في مركز عشرة او مركز رقم تسعة طبعا اللقطة هنا ده قبل لو فيه لقطة ان هو قبل قبل ما يسدد قبل ما يسدد قصة تمرير تاعة كهربا كان حمدي فتحي دخل من لعب رقم تمانية اتحول رقم تسعة على المدافع راح معاه بيرس تاوي هو بيستلم الكرة كان مدافع موجود كان لاحظه خالص مش كده انت بتقول ان هو كان ممكن يحطها فعلا ارتو لكن تفكيره الكتير خلى بيرس تاوي التأخير بتاعه ان المدافع يبدأ يقرب منه فاضطر طبعا تخلي بكدر زكاء برضو من بيرس تاوي ان هو لما تقفلت اتصرف صح يعني هو لما تقفلت خلاص وغلط انت ممكن تغلط مرة لكن ان ان انت تصحح الغلط ده دي حاجة كويسة هو صحح الغلط بان هو قفل كرة بوش رجله انما لو كان شاطها بارتو كده تخبط بسهولة جدا في المدافع وكان يعني كده يبقى طبعا يعني مش هيبقى الهدف فقا يجي بالسهولة دي فبنقول ان حمد فاتحي بقى مهم جدا في طريقة لعب مستر كولر بيستخدمه في مبارات كبيرة جدا من اول مبارات الزمالك اللي شفنا طبعا والاسيستر اللي عامل الكهرباء وبعد كده في مبارات بيرامت ومبارات كبيرة جدا ومبارات الرجاء برضو فاعتقد ان حمد فاتحي بقى لاعب بيقدم دور انا مواصق ان مستر كولر بيحفظه له ان هو بتعمل بالحرف في الملعب وبين جدا ان هو مذاكره جدا هو خلينا انتفع على حاجة يعني طبعا انا معاك جدا في الدور اللي بيعمله حمدي وكفاءة حمدي وجودة حمدي كلعب لكن النهاردة يعني واحدة من الحاجات اللي تحسب لكولر انه الحداشر اللي بيحطوهم والخمسة اللي بيغيرهم كلهم على نفس المستوى وكلهم تقدر تقول ما ندرش نستغنى عنه في الملعب يعني متولي ياسر ربيعة قبل ما يتصاب ما تقدرش تقول انه في واحد منهم تقدر تستغنى عنه ومعلول على الشمال وهاني على اليمين خالد كمان خالد عبد الفتاح سواء في مساك أو باك يمين كندوسي انا ما عايز بقول لحضرك على حاجة برضو مهمة جدا خلينا بقى الحلقة النهاردة نعملها للإشادة بمارس الكولر بصراحة لأنه ويستحق احنا لو رجعنا لمشاكل النادي الأهلي في الموسمين الآخرين كنا هنشوف ان الإجهاد كان بينال من النادي الأهلي في الوقت دوت بالتحديد من الموسم اللي هي المراحل الحسمة كان النادي الأهلي بينال منه الإجهاد بصورة كبيرة جدا وكان النادي الأهلي بيفقد تقريبا الألقاب في الأمطار الأخيرة سواء لقب الدوري أو لقب بطولة أفريق فإحنا السنة دي لما نيجي هو بس القصة مش قصة إجهاد عشان الناس إيه ما تروحش معنا يعني إجهاد واحد من العوامل لكن كان فيه عوامل تانية منها اتحدات كرة محلية وإفريقية ومنها لجان تحكيم بسوق مستوى حكام لا إحنا بنتكلم إحنا بنتناول موضوع فنيا يعني دخل بفعل فعل لو بنتناول الشكل الفني في الموسمين الآخرين والشكل الفني اللي عليه النادي الأهلي حاليا إنت لما نيجي نرجع على سكوادي النادي الأهلي هنجد أن سكوادي النادي الأهلي بالكامل شارك حتى مصطفى سعد ميسي اللعب اللي رحل بدون ما يشارك كتير شارك مع النادي الأهلي في مباراتين اللعب الوحيد اللي ما شاركش في سكوادي النادي الأهلي هو أيمن أشرف وتقريبا حمز علاء ومصطفى شوبرد لأنه دول حراس مرمى ولكن غير كده سكوادي النادي الأهلي بالكامل شارك إحنا المبارات برامز فاجئنا كولر إنه بدأ بأحمد القندوسي في مباراة الدوري أمام سموحة فاجئنا بكريستو في كل المباراة هتجد إنه هو عامل التدوير أحمد نبيل كوكا بيشارك محمد فخر بيشارك أحمد أشرف بيشارك نحن نتكلم عن محمد أشرف بيشارك في خط الدفاع قلنا ربيع أو ياسر ومتولي مع محمد عبد المنعم يمكن هو عنده 3 أو 4 لعبين هو باني عليهم سخة الكاملة طبعا ودي موجودة القوام الأساسي ده موجود محمد الشناو محمد عبد المنعم علي معلول ممكن محمد هاني شوية مروان عطية دلوقتي لما أخذ وشارك بير ستاو الخماسي ده بالتحديد أو السوداسي ده بالتحديد ده القوام الأساسي عند مرسل كولر العمود الفقر بالضبط العمود الفقر للفريق غير كده كولر بيلعب في كل المراكز وبيعمل الروتيشن بشكل أدى إن النادي الأهل محافظ على فرمته كمان نظام الراحات يعني يمكن محدش عرف إن النادي الأهل بعد العودة من مباراة الرجاء كولر أعطى الفريق راح يومين وقدر يرجع تاني كنا لسه بنتكلم عن أندرياس المعد البدني وشغله الكبير جدا اللي عمله وفارق جدا حتى لما تتكلم مع اللعبة بيشيدوا بيه بصورة كبيرة جدا وشغله البدني اللي موقف كل اللاعبين على رجليهم زي ما بيقولوا كده فالنادي الأهل قد لك برضو يعني برضو شان ما ننساش الموسم ده يختلف عن الموسمين اللي قبل كده في عامل جوهري وأساسي يمكن يعني ناس كتير ما تحطوش في الاعتبار فترة الأداد القرار بتعكبت المعاموض الخطيب بالضبط راحة اللعيبة طبعا قبل الموسم ما ينتهي وإنه الموسم ده لأول مرة طبعا من زمن كبير الأهل بيعمل فترة الأداد طبيعية جدا فبالتالي ده بالتأكيد يعني سا لما بكلم عن ناحية البدنية بس طبعا ده فرق بشكل كبير طبعا يمكن طبعا أكيد مدرب الأحمال أكيد عمليات التدليل بيومبيا مسر كولر مهمة وأساسياء في كل كلام انت بتقوله لكن برضو بدايات الموسم سهمت بشكل أوضع تكملة على كلام بلالي أحمد إن حد كان يتوقع ودي ميزة مسر كولر طبعا ميزة وأعتقد طبعا فيها جرأة زي ما انت قلت طبعا دي أهم مميزاته بالنسبالي إن يجي فجأك مباراة سوبر بقندوسي ممكن يبدأ مباراة ودي يعني حاجة يعني اللعيب انت مش متوقع وانت مفنش كويس قدام الرجاء والثلاثة كويسين جدا سواء حمدي فتحي مران عطية ديانج أنا استني كتير من قندوسي على فكرة يعني هو عنده كتير طبعا قندوسي ما ظهرش بشكل يعني كبير مع الأهلي لكن أنا بشوف البروفايل ده اللعيب ده بإمكانية يشفته يمكن أكتر كمان مع الجزائر أنا عايز أعلق أو أسيبك كلمة أنا عايز أعلق أنا حضرتك كلمت عن القندوسي القندوسي مش صانع لعب اللي هو يعني مش محمد أبوتريكا أو اللي هو اللعيب رقم عشر صريح فالقندوسي علشان أنت تقدر تستفاد منه لازم تكلفه بأدوار شوية تقدر تناسب طريقة اللعب يمكن هو بدأ كويس في مباراة بيراميدز وبعدها اختفى اختفى تماما وتاهي يمكن أن عنده شوية لسه حتة الأدوار الدفاعية لا هو على مستوى المردود أنا لسه أنا بقولك قندوسي لسه هو من لمسيته يجبك على بروفايل لعب أنا بقولك تراهن عليه يعني لو دخل في المستوى البدني اللي طالبه ميستر كولر والانسجام مع لعابة النادي الأهلي لا قندوسي ممكن يروح حتة تانية خالص طبعا لعب مميز طيب خلينا هنكمل كلامنا ونفتح مطش الترجي اللي جاي ازاي بنشوفه والنهاردة عندنا مواجهة مهمة جدا جدا انت قلبك وعقلك مع مين مع الوداد البيضاوي الغريم التقليدي اللي خطف منا بطولة دوري لأبطال السنة اللي فاتت والعقلك بيقولك سانداونز عايزينه تاني خليه ييجي في النهائي عشان نشوف مين هو اللي يستحق لقب البطولة عن جدارة انو احنا ان شاء الله قربنا جدا 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 وتتبقى تسعين دي بازن الله هتكون سهل علينا في القاهرة على ملعبنا وسط جمهورنا وفي انتظار ودي واحدة من المكاسب المباراة اللي جاية تهمني جدا انا شوفها تأكيد على نجاح جمهور الاهلي الموسم ده في اداء دوره مع الاهلي افريقيا انا مستني شكل ومنظر وحلاوة وعظمة جمهور الاهلي في الاستاذ ان شاء الله ويوم الجمعة اللي جاية لكن خلينا شوف بلال واحمد بيفكروا في مطش النهاردة ازاي النهاردة الساعة عشر بتوقيتنا هنا مواجهة مهمة جدا في الجولة الاولى من قبل نهائي دوري الابطال الوداد في مواجهة سانداونز مين اقرب يعني خلينا نقول عمليا وفنيا مين اقرب من وجهة نظاركم ان هو يكسب وانتوا تتمنوا بشكل شخصي بلال يتمنى وصول مين يعني مين اقرب بالشكل اللي كان عليه الفريقين خلال مشوار البطولة طبعا سانداونز اقرب للصعود انا اتمنى بشكل هي بلالو لا احنا بتكلم قبل المباراة يعني معطيات يعني اقصد معطيات اللقاء اه معطيات اللقاء تقول ان سانداونز كفة فنيا بلزبط سانداونز بيفوز خارج ملعبه في الجزائر بربعية وبيفوز طبعا بيتصدر مجموعته بيقدم طبعا كرة جامعية ومحافظ على الشكل وهوية الفريق بقاله اكتر من موسم فالمعطيات تقول ان سانداونز انت عايز مين انا عايز سانداونز في النهاء ان شاء الله انا عايز سانداونز انا عايز سانداونز لا لا انا عايز سانداونز في النهاء احمد طبعا فنيا سانداونز اعلى بكتير من الوداد برغم طبعا من كوة الوداد المغربي لكن سانداونز فريق متعب وانا اتمنى الوداد انت تتمنى الولاد طبعا نادل اهلي طبعا نادل اهلي طبعا لحنالين اتطار عندهم لكن سانداونز فريق متعب بالنسبة لي اتمنى على فكرة انا مش شايف سانداونز بالفريق المرعب زي من الناس لا متعب انا شايف انه سانداونز فريق محتاج تدرسه كويس وتعرف نقاط ضعفه لان هي كتيرة جدا جدا وسهل جدا ان كانت تتعامل معاه لما يكون معاك سكوات زي سكوات الاهلي خد بالك انت قابلت سانداونز في فترة كنت راجع منها في كاس العالم مزبوط ليه وقدمت مورا كبيرة فينا رحلات كبيرة جدا ساعات سفر كتير جدا مواجهات هي الاقوى انت قابلت اربع مطشطات كاس العالم دول كانهم اربع بطولات بطال قرات بالزبط في خلال في وقت قصير يعني اسبوع عشر تيام تقريبا فبالتالي حجم الاستنزاف لمجهودك وتركيزك وليقطخ البدنية والفنية الزهنية كانت تقريبا مش موجودة ورغم كده على فكرة انت وارد جدا يعني الناس دائما تفتكر دربة جزاء اطهر الطهر وما تفتكرش دربة جزاء محمد هاني كان وارد جدا انا بقولك عمالة مورا كبيرة هنا تخلص ولولا بعد الهفوات من كل انت قدت متقدم بالفعل على سانداونز وانت بس اللي رجعتهم في حتى في مرات العودة لما كان واحد واحد انا بشوف ان كان سانداونز موافقة جدا انه لازم يتعامل معاملة خاصة تعامل معاملة بزكاء شديد جدا لانه هو فريق كورة وفريق كورة ده سهل تعفت لعب معا انا نفسي ان انا قابل سانداونز بس انا بقولك الودات في النهائي هو الودات تاريخيان على فكرة الودات تفوق على سانداونز واخرجوا من البطولة مرتين شخصية البطل وقسوال الودات غير المدير الفني طبعا جاريدو كانت نتائجه متراجعة محليا واحمد بقى مقتنع بجاريدو بيحب جاريدو لا مش كسط كده بس انا جاريدو جاب لنا هو اللي جاب لنا كونفدرالية جاب لنا طبعا لا بسبعتاشر لعيب ايه ممكن يبقى سايب زكرة طبعا بطولة مهمة جدا في وقت مكتشفي لعيبة برضو معنا كونفدرالية الوحيدة بتالي لها هو جابها جاريدو شعلا مش عايزين نروح كونفدرالية بس جاريدو ده انا معرفش مدرب يعني بالنسباني مش فاهمه سائل حظ ولا هو مدرب ايه لتاني لا بس خد بالك يعني مثلا في السنة اللي لعبنا فيها كايزر تشيفز نجمة العشرة بطولة العشرة كان القابل النهائي ناحية التانية اه اه وداد وصندوون لا كان وداد وكايزر تشيفز اه وداد وكايزر تشيفز هذا الوداد في السيزن ده كان تقيل جدا كايزر تشيفز تفوق عليه وكانت مفاجئة وانا اقلت كايزر تشيفز تحدي الوداد اه اه بس كان سير المباراة لا الوداد اهضر كمية فرص سير المباراة في جلوب افريقيا او في المغرب كان غريبة جدا جدا اه بهتف اه بالظبط لا كمان المدير الفني الجديد البلجيكي للوداد يعني هو سلاحزه حدين انت ممكن لما تجيب مدير فني ببقى جاي بفكر جديد ودوافع يخلق دوافع جديدة عند اللعيبة ان ده ادارة مختلفة ودارة جديدة وممكن يكون عامل سلبي على أن المدير الفني لسه محطش إيده على الفريق هيباني النهاردة في أرض الملعب بالمناسبة المدير الفني البلجيك للوداد قال تصريح عن النادي الأهلي تصريح عجبني جدا قال النادي الأهلي هو أفضل فريق ده يعني فيه تشابه كبير بين اللي قاله جوارديولا عن لما نروح بقى المباراة ريال مدريد عن ريال مدريد المدير الفني الوداد قال أن النادي الأهلي أفضل فريق يعرف يتعامل مع بطول الدوري أبطال أفريقيا ممكن يبدأ وحش جدا ولكن إذا تجاوز دور المجموعات فيبقى هو المرشح الأوفر حظا للفوز باللقط كل الناس على فكرة بتقول كده كل الناس بتقول كده اتفق الجميع على الأهل وعلى ريال مدري لا طبعا مجاسفة مجاسفة كبيرة جدا أنت تغير مدير فني قبل المرأة طبعا شفناه في بار منخ أسباب خروج بار منخ طبعا من بطولة أوروبا تغيير المدرب أعتقد أن كان تغيير طبعا حتى لو تخل أجمد مدرب في العالم مفيش توقيت وانت جاي تلعب مين انت جاي تلعب مين بتعمل كده طبعا شايف أنها مجاسفة وأنا شايف أنها تأثر عليهم حتى لو ما كانت شيئا اللي هيقابلوه يعني فشايف أنه كان خطأ كبير جدا الله يغيرو مغيروش كأنه هيتطلعو برضو أنا فاكر أحمد كنا مع بعض وإحنا يعني بنتكلم في لسه لو الناد الأهلي في موقف صعب قلتلك الناد الأهلي هيعدي أنا واصك أنا وإنت كنا متفقلين الناد الأهلي هيكسب القطن وهيكسب الهلال السوداني هنا ولو صعد هيقابل صندونز في النهائي فعشان حصل ساعتك وإنا وإنت يعني قاسكين في شخصات الناد الأهلي وترك شخصات الناد الأهلي بترجع بص تفرق معي حد ينكر انت خدت بطولة أفريقيا عشر مرات حد ينكر مثلا أنه البطول اللي خدتها على حساب الزمالك في حتة تانية خالص طبعا يعني صح؟ طعمها وفرحتها وذكرياتها ولما تعيش عليها وتفتكرها إن شاء الله بعد خمسين سنة بالنسبة لك البطولة دي في حتة تانية زي مثلا بطولة صفاكسي صفاكسي 2006 عشان ملابساتها والآخر الثانية البطولة خلاص باي باي وبتجيبها في تونس فما تنسهاش برض البطولة دي لو خدتها على حساب سانداونز هتبقى تاريخي تبقى واحدة من المورد تاريخي ولو إن إن شاء الله يعني مش عايز أسبقى الأحداث لكن حتى لو خدتها على حساب الوداد بعد اللي حصل معنا السنة اللي فاتت برضو هؤمر دي مش عبقى زعلاني بالضبط نتمنى إن شاء الله بس المهم نوصل لإن عندنا مواجهة صعبة جمهور أهلي مستسهل مواجهة الترجي يوم الجمعة اللي جاية شايفين المواجهة دي إجمالا يعني بصرف النظر لسه فيها جولة في القاهرة حسمت بالفعل ولا الترجي ممكن يعمل مفاجأة وإزاي بيفكر الترجي وخصوصا بعد استقالة نبيل معلوم من منصبه كمدير فني إزاي بيفكر في مواجهة الأهلي في لقاء الجمعة اللي جاي يعني منطقيا في عرف قرات القدم طبعا ما فيش حاجة محسومة طالما فيه لسه 90 دي على أرض الملعب بيتواجه فيها فرقتين حالة اللعبين يوم المباراة وارد إن يكون الفريق زي من برح ما قال مارسي الكودر وعجبني جدا قال إن فرق كتير عالميا خسرت بنتيجة خارج ملعب أو في ملعب أو في إدري ما أكثر ريمونتادات اللي حصلت ودأو الريمونتادة هو يعني السيناريو الأوفر حظا في كرة القدم العالمية الفترات الأخيرة طبعا هو تصريح زكي من كولر لأنه هو بيحمس اللعبة بتاعته بيعرفه من لسه ما فيش حاجة اتحسمت على أرض الملعب بالضبط فالتعامل أعتقد إنه يكون تعامل زكي هيكون فيه طبعا أداء اقتصادي شوية من النادي الأهلي بعض التغييرات التكتيكية اللي ممكن كولر زي ما شفنا مبارح تغييره لأدوار السلاسي اللي فاصلت الملعب ممكن يعمل فكر جديد يقدر يستفاد منه في تحضيره للمباراة النهائية إن شاء الله ولكن ما فيش تساهل أو تهاون طبعا في التعامل مع اللقاء زي ما حضرك قلت إن شاء الله يكون كارنفال في استاد القاهرة واحتفالية كبيرة مع اللعبين كمان هيبقى دور الجمهور مهم جدا بعد صافرة النهاية إن شاء الله وتأكد صعود النادي الأهلي من خلال مطالبة الجمهور وطبعا والهتاف الشهير طبعا أفريقيا أهلي كل ده هيبس الدوافع داخل اللاعبين والجهاز الفني إن خلاص هيبقى متبقى إن شاء الله بإذن الله بعد نهاية التسعين ديئة أمام الترجي يعني خطوة واحدة على الحلم زي ما حضرك قلت هتبقى بطولة غالية جدا جدا إن شاء الله الجولة الأهم إن شاء الله بإذن الله طيب بلال كلمني على الأهلي في مواجهة الترجي نحن كلمني على الترجي في مواجهة الأهلي الترجي بيمر بظروف صعبة جدا نفسيا أعتقد إنه الهزيمة بتاعت مبارح أثرت عليهم وأعتقد إنه الجهاز الفني اللي هيقود الترجي مهمته الأولى قبل ما يحضر فني وبدني تهيئة اللعيبة بالضبط يطلع لعيبة دول جايين للأهلي في القاهرة وهم أوردي لو كسبان مبارح على أرضه وهم عارفين قوي كواس أو الأهلي في القاهرة أو الترجي مبارح كسبان في أرضه هيجي هنا عمل مليون حساب للأهلي المصري وليس بسلسية تقريبا قضت على طبوحه أحلامه إزاي بفكر الترجي في اللقاء ده أحمد من وجهة نظرك شايف أن الترجي يعني أعتقد أول حاجة هيعملوها طبعا تهيئة اللعيبة وتاني حاجة ما فيش حاجة يخسرها نتيجة كمان كبيرة جدا نتيجة كبيرة جدا على ملعبه فخلاص ما عندهش حاجة يخسرها أعتقد أن ما فيش حل غير أنه يبدأ المباراة مهاجم ما فيش حل تاني هينزل بداية المباراة لا خافش يعني برضو السلاح زو حدين السلاح زو حدين لكن لو تهاجم الأهلي هنا وانت شايلت ثلاثة هناك ممكن تبقى ضربة قاصمة المرات لو ما هاجمتش ندي الأهلي إيه لا يحصل وانت خارجت ايه فأنت كده كده أخرج بكبرائك يعني أخرج بكرامتك فاهم أصف ده وليه ما تزودش الطين بلا عشان الفريق ما ينهارش لأنه خسارة تقيلة هنا للأهلي للترجي في القاهرة أعتقد هيبقى الجرح هيبقى جديد وأعتقد هذا اللي هيحصل لأن ميزة مهمة جدا دايما يعني المميزات هنا بالنسبة ل عمالة تكبر بيخلق دوافع بيقدر يخلق كل مباراة شوف وأن الموضوع ممكن لعيبة نادل أهلي تقول خلاص والموضوع بقى فيه استهتار شوية لكن مع مستر كلر لا الموضوع غير فيه دوافع أعتقد أن نشوف لعيبة جديدة يعني هتدخل المباراة دي فيه لعيبة هتريح عشان طبعا ما تغيبش عن مباراة النقية زي حمد فتحي وفيه لعيبة طبعا هو برضو عنده البديل الكف والبديل طبعا نحن الآن بيلعب حتى عب قادر بيلعب محمد شريف بيلعب مكان كهربا السلية أعتقد ممكن يبقى لسه راجع بالإصابة فيبقى وجوده في المباراة دي برضو لعشان يبقى جاهز في بقية المباراة أو مباراة النهائية تماما فأعتقد أن النادي الأهلي هينزل المباراة دي بكل قوته وأعتقد أن الترجي لازم أو ملوش حل بس نسبة الرزق في الهجوم تبقى أعلى لأن لو الترجي مثلا هاجب من ناد الأهلي وأول عشرة دي جاب هدف المباراة مش ممكن تبقى فيها أنا قلت من النهاردة في بداية الحلقة محدش بيعرف 90 دي ممكن يحصل فيها إيه غلطة حكم كارتة أحمر لقدر الله ضرب الجزاء غلطة فار أون جول يعني أي سيناريو ممكن جدا الحسابات اللي أنت تنهار كلها وتلاقي نفسك قدام سيناريو تاني خالص أنا كنت متوجه نادي يكسب الترجي في تونس لكن ممكنش متوجه السيناريو من وراء يمشي كده يعني بيرس تاوي يجيب في أول 8 دقايق بمناسبة أنه بيعلقوني الإسماعيل دلوقتي متقدم على الزمالك واحد سفر أنا مشفتش ماتش بروكسي دا حد شاف فيكو طبعا لا في ناحة حكمية فعلا دربتين أنا عايز أقول لحضرك على حاجة يعني يعني كباتي النادي الزمالك وناس أنا عرفها شخصينا قالوا دربتين جزاء ما فهمش كلام ما فهمش كلام دربتين جزاء على حسام عبدالنجيد الحكا متوقف في الوقت الإضافي آه يعني وليد دا اسمه وليد عبدالرازق وليد عبدالرازق متوقف أي موضوع صعب ده وليد عبدالرازق بتاع محمود متولي ايو 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 محمود متولي جامل لا لا ده هو الموضوع يعني غريبة جدا يعني الزمالك المغراضي طب وحق بروكس في رقبت مين دلوقتي حق بروكس لنفسه طب خلينا اسألكم بمناسبة الدول بما أنه الزمالك الخسراني يعني دلوقتي والزمالك يعني هو بعيد الزمالك صحح بعيد احنا احنا اتكلمنا في أول السنة وقلنا ان اعرف براميد وفوتشر وهم اللي داخلين ورا الاهلي بسراردهم بمسافة كديرة كنت بسألكم كنت بكلم مع الجمهور النهاردة انه عايز جمهور جدا يركز من دلوقتي وإحنا لغاية اخر الموسم فكرة السبعية تحققنا ثلاث ألقاب الموسم ده بالزبط سوبر على حساب الزمالك سوبر على حساب كاس مصر وكاس مصر على حساب براميد سبورتو إن شاء الله بإذن الله دوري بتهيأ لي بتهيأ لي انه رقميا قريبين جدا يعني وخلصنا مع الجلاتنا بفوز نبقى الاهلي إن شاء الله وحسن البطول يبقى فضل لنا دوري أبطال وفضل لنا سوبر أفريقي وفضل لنا كاس مصر الأهلي قادر يحقق السبعية قادر طبعا هو مش مطالب بالسبعية تعمل رقم أو ريكورد ما تعملش قبل كده وتاريخي وانت قريب من كل حاجة فيه بالضبط يعني مباراة مثلا إن شاء الله بإذن الله بعد تحقيق لقب الدوري اللي هو إحنا قريبين منه جدا هنبقى على بعد خطوة من دوري أبطال أفريقي خدت دوري أبطال أفريقيا مباراة كاس السوبر الأفريقي عبارة عن مباراة واحدة فأنت بتقرب بتقرب فكل ده بيديك يعني ميزة إنك تعمل رقم أو ريكورد ما عملهوش قبل كده أجيال ستطارك تاريخ كبير جدا في النادي الأهلي تقدر إنت كجيل حالي ومعاصر وعلى فكرة بالمناسبة الجيل ده هيحط نفسه في حت يعني لو عمل ده هيحط هي الأرقام إحنا شايفين طبعا هالندو اللي بيعملوا واللعيبة في العالم فالأرقام اتعملت عشان تتكسر صحيح وتتخطاها احنا عملنا مرة قبل كده 2005 2006 2007 2008 خسرنا 2007 المرة دي إن شاء الله بإذن الله إحنا 2021 21 21 22 23 23 إن شاء الله خسرنا 22 نفسي 2007 الثالثة بنخسر الثالثة وبناخد الرابعة إن شاء الله إن شاء الله إنك إنت تكون مدريدي ما عنديش مشكلة وإنك إنت تبقى بتلعب قبل نهاية دور الأبطال ده العادي بتعريق المدريد خلينا يعني ندي كل حد حقه لكنك إنت تكون بتلعب في سانتياجو بالنبيو وتكون بتلعب وسط جمهورك ومعاك بقى الأساطير تيبو كورتوا لوكا مودريتش وبنزيما وبنيسيس جونيور فتتعدل واحد واحد مع الستي وتطلع مبسوط وراضي هي دي المشكلة هي دي المشكلة إيه رأيك في اللي حصل في الجولة الأولى خلينا أبتأ بأحمد مصطفى بقى ماشي طب هو أبدئيا يا أحمد أنشلت ما كانش راضي عن النتيجة أنت مبسوط بالنتيجة لا أنا مش مبسوط خالص مش مبسوط أنا مع أنشلت فكرة بقى كورة كتلعت قوت ومتلعت شقاوت الجو ده لا خالص أو مش لاعب وندبدب برجل التراك لا أنشلت كان شايف أنه هو الأعرب للفوز طبعا عارف قوة انتبتدته المباراة ما جيتوهش يا أب دي حقيقة بصوا أنا أقولك على حاجة في المباراة دي وده بيدل على أنه فيه رعب كبير جدا هو مش قصة رعب الستي في الوقت اللي هو كان متفوق فيه الريال أحرز هدف تمام في الوقت أن الريال كل اللي بيتفرج على المباراة الريال هيجيب له هدف التاني الستي جاب جون فعكس المتوقع خالص بدأت المباراة بعد كده تبقى سجال لكن أنا شايف أن أنشلت عصبيته بعد المباراة مش عشان طبعا الكورة عدت لأنه عارف قوة الستي على منعبه فدي حاجة مهمة جدا لما يخرج واحد سفر غير لما يخرج واحد واحد ده ملوش علاقة من دلوقتي عشان مش هشوفك غير بعد الماتش توقعاتك للنتيج توقعاتي ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا موضوع في كلمة آخر يعجبني حبك وانتماء لا ملوش علاقة بالانتماء والله شخصية البطل غير طبعا لو كلمنا عن مباراة الزهاب نتيجة عادلة الأول النتيجة عادلة في رأيي لا مش عادلة بسبب أن كورة الهدف تخطط أنا مقتنع تماما أن كورة هدف الستي تخطط المرمى لا أنا مقتنع عافية أنا مقتنع أنت الستي مش مقتنع لا أنا راضي عن الأداء أنا بصراحة ريال مدى لا يكفي الشوتات تقدي براين دي براين بقى أنا زعلت أنا زعلت من مين بقى في الكورة دي من كاما فينجا عامل مباراة كميرا جدا 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 لا كاما فينجا اللي عمل الباص نازم يعمل تاكلي انت برضو مودريتش غصبا عنه ما توقعش 38 سنة يا بحبير لا لا كما اختار الحل الأصعب بالتمرير اللي داخل الملعب والعمق الملعب في الوقت اللي مودريتش كانت بيدي ظهره ليه الكورة وهيستلم بظهره فطبعا جيه دي براين وقطع قدامه كورة تمريرة طبعا سيئة جدا من كاما فينجا اللي كان أحد نجوم المباراة عمل مباراة كبيرة جدا 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 طبعا احنا شوفنا أداء طوال المباراة وتحديدا الزيادة اللي عملها في كورة الهدف بتاع فينيسيو جونجور اللي أحرز هدف بالمناسبة مش متوقع تماما على فكرة نص قوة الريال يعني السنة اللي فاتك تقول اللي جاب البطولة ريال مدريد كريم بنزيمة وكورتواء السنة دي بقول لك نص قوة ريال مدريد فيتيبو كورتواء وفينيسيو جونجور أنا رهاني في مباراة يعني فينيسيو سيكون لو مش موجود ريال فريق أقل من العيج بالضبط هو متوهج بطريقة مش طبيعية الفترة دي وشفنا أداءه في نهاية كاس الملك أنا رهاني رهاني في مباراة العودة على فينيسيو جونجور ريال مدريد هيصعب أسخد بالك وكر برضو عمل مباراة كبيرة عمل مباراة كبيرة بما أننا أشهدنا بوكر لازم نشيد بروديجر اللي أخفى تماما الإنسان الآلي إيرلينج هالند في المباراة أخفى تماما أنا عاديها أنا عاديها رد على فكرة أنا أنشلوتي أنا اوروذيجر وأنا وعيدك أن هالند سيسجل فيهم هالند هيزار هالند هيزار لكن أنشلوتي مدرب زكي جداً 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 أنا بقولك المباراة تلعب في ملعب الاتحاب。。 بينيسيو جونيور وكيفين دي بروين. دول هيبقوا يعني الحصان أو الرهاني الكاسبان هنا وهنا بين الاتنين دول. كيفين دي بروين وبينيسي الجونيور. هيجي بعدهم هنا بنزيمة وهنا هالند. وأنا براهن على تقلق ريديجر وهيقدر يحد من خطورة هالند في مرات العودة. ده لو شارك على فكرة بالمناسبة. أنت زي أحمد متوقع برضو. تأهل الريال. تأهل الريال. تأهل الريال بأي سيناريو. يعني خلينا منطقين. هو أنتوا عندكم شك أنه اللي هتأهل من ناحية دي هو بطل دولي الأبطال. أم الانتر والميلان ممكن يعملوا مفاجأة. الانتر مش وحش على فكرة. ممكن يعمل مفاجأة. ولكن طبعا الطرف اللي هتأهل من ناحية دي هو الطرف الأوفر حظم. مين الطرف اللي هتأهل حظم؟ الانتر أقوى طبعا. خاصة في غياب إسماعيل بن ناصر خاص تأكد غيابه. واللياو طبعا هايغيبه عن مبارات العودة. فطبعا قوة كبيرة جدا أو نصر قوة بتاعت الميلان. فخلاص موضوع تحسن. الانتر بارتو. الانتر أقرب طبعا. يعني الانتر والسيتي هم. الانتر والسيتي هم. الانتر والسيتي هم. الانتر والسيتي هم. احنا مترهنين من شارل. انتعيب للسيتي. صعب قوي. صعب. ال 15 إن شاء الله ريال مدريد. ال 15 و 11. صعبانين على يوم. طبعا احنا عايزين نترهن على يوم. على أيام. أيام. فيه رغمنا له على الانتر والسيتي ولا الريال. ايه ده؟ الانتر بتقول الانتر والسيتي هم نقول الريال. طبعا الانتر والسيتي ما فيها شايف فيها كلام. هتتغرم. هتتغرم. هتتغرم لو. فيب جوارديولا لو ما ألفش. يعني بص. لا 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 دي شخصيته. الراجل ما ألفش هول مباراة. معهش ولا تغيير. عايزين ايه تاني منه. تتتش جوارديولا. السبب ما بنسلوش. هو ده عشان ما فيه. انا بحبه. بتاع ماتش تشيلسي. عمره ما يتنسي. ماتش تشيلسي مع طوال صخل. والعودة بتاع. والعودة بتاع الريال. في سنتاجو بالنبير. تعريف احمد. انا لو مدير الفني بتاع السيتي. في ماتش الريال ده. وعايز اكثر. معلش بس كامل بس. التاتشين دول. ضيعوا لقبين مضمونين في جيب جمهور الستي. فنتمنى بس انه ما يعملش التاتش بتاعه. نعمل. 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 لكن حسبيا وفنيا. لا كافة السيتي قتل. نتيجة الزهاب. نتيجة الزهاب كمان. تخدم الزهاب. تخدم الزهاب. تخدم الزهاب. هم طبعا لغوا فكرة الهدف خرج الأرض دي. لكن في النهاية انا شايف انه السيتي يقدر يكسب الريال مرتاح في ملعب الاتحاد. وخصوصا انه السيناريو ده عكس السيناريو السنة اللي فاتت. انه المطش الزهاب كان في ملعب الاتحاد. ومطش العودة كان في ملعب الاتحاد. انا معنش اخد من كلمة حضرك الأخيرة يكسب مرتاح دي. هو جوارديو الألف المؤتمر الصحفي. احنا منزن بنا ان كل الناس واسقد نحن نكسب ريال مدريد خمسة او ستة. اللي بيقول كده ما اعرفش ريال مدريد. وانا هختم بداية. اتنين واحد لريال مدريد. اللي بيقول كده. اللي بيقول كده ما اعرفش. تبس بينييمكم لهاية لما يجرواكم لغاية ملعب. او مرعوب منهم. لا او طبعا بالتأكيد اظل انا يعني بعد خبرة عملية بقى. يعني انتقلت فيها من مقعد الجماهير والمتفرجين لصفوف القريبين من منظومة النادي الاهلي. تأكدت يقينا انه الشعار وانه تيشرت بتأقل وبيبقى ليها وزن وبيبقى ليها تأثير كبير جدا جدا جدا. فكرة شخصية البطل يا جماعة. دي حاجة حقيقية. واعتقد انها تنطبق على فرقة كتير جدا في العالم. زي ما بنقول الريال. زي ما بنقول البيرن. زي ما بنقول الاهلي فيها. بالنذر الاهلي طبعا. صحيح. اسبوع واجبة هي الامتع الموسم ده. سواء قبل نهاية دورة الابطار. وصولا للنهاية اللي هيكون يوم عشرة. يونيو في ملعب اتاتورك. الملعب ما تغيرش. انه فيه كلام. واشعاد انه كان هيتغير ويتلاعب في ملعب النور لبانفكة. لكن اتحاد الاوروبي اكد ان المباراة في معادها عشرة يونيو. في ملعب اتاتورك في اسطنبول. هتجمع نهائي طبعا بين السيتي وآين كان الفائز من الميلان والانتر. بشكر بلال محسن وأحمر مستقر. نورتونا. اللقاء اللي جاي. المقابل اللي جاي بيننا وبين بعد. هنشوف مين اللي هي. اللي هيكسب. اللي هيخسر يعزم. موافقين على الهوس. بشكركم على متابعة حلقة النهاردة. وتحياتي لكم. حلقة جديدة من السادسة. شكرا.